كل قطعة تحمل روح من نور تحمل شيء من نور حتى لو غادرت الحياة يوما ما يبقى العالم يتذكروني يقولون هاي نور صناعتها أنا نور عراقية من سكان مدينة الموصل عمري 24 سنة والتحدي اللي واجهته كان من انتقلنا من مدينة الموصل إلى أربيل كنت أحس بفراغ وحدة وغربة داخلية الأمر اللي خلاني أتوجه للكروشي بعدها كملت كلية وقدمت كحال أي طالب طلب للحصول على وظيفة بس تم رفضي وهنا بديت أفكر أنه ليش ما أتجه الشغفي الشغفي القديم بداية كانت تعليم ذاتي باليوتيوب قبل ستة شهور كنت أجرب أول شيء فواصل الكتب أعملتها صارت بموديلات كثيرة بعدها بديت أتحدى حالي أنه ليش ما أعملت قواعد كوب مثلا ليش كان كثيرة وبعدها قامت تتنوع على عمال لحد ما وصلت التصميم الشخصي بديت مشروعي أول شيء بمبلغ 10 دولارات فقط أو حتى ممكن أقل هاي مدالة الحروف أعمال أخرى أكو تاخذ أيام هذا الشال أخذ أسبوعين تقريباً الكروشي يحتاج شغف وحب وصبر كثير هو عملية تحويل قطعة ما بها وروح ولا أي حياة إلى أعمال أخرى تاريخ واحد واحد 2020 كانت أول طلبية للإمارات ومن بعدها بديت أشتغل بالعراق والكل مكان وحالياً عندي طلبية للكويت أنه المشروع الصغير حلم كبير والحمد لله يتوسع وصار عندي زبائن هذا قطع الأكثر طلباً بالمتجر كثير ناس يحبونا هذا مو مجرد فيل هذا شخصية من شخصيات روايتي المفضلة الفتى المتيم والمعلم اللي في شافاق هذا كان بطل اسمه الفيل شوتا ومن خلصت الرواية قلت ما تعلقت بالشخصية وحبيتها قلت مستحيل أتركها لازم أجسدها أجسدها بشي يبقى حولي كان كثير أكو امتقادات من البداية وحتى الآن واجهها صورة النماطية للصوف أنه جدة كبيرة أو عجوز أو ستة بس أشتغل الأشياء فكان من يشوفوني أشتغل بالحياة كي يقولوا نور أحسك عجوز أنت 24 سنة ليش توجهتي لهالشي؟ كل شخص عنده موهبة مستحيل الله خلق شخص بدون أي شيء فيومياً نحن نصحة أكو فرصة جديدة لا تبقى تتحجج بظروف أو تقول ما عندي إمكانية أو شيء أنا ببساطة بديت مشروع من اللاشيء والحمد لله وصلت ما وصلت إليه اليوم اشتركوا في القناة